السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدين هالنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال واحد اخطاء اللي هي سبعة الحقيقة هي سبعة اخطاء تؤدي الى فشل مشروع تربية الارانيب اذا اول خطأ وهو عدم تحصين الارانيب من التسمم الدموي والتسمم الماعوي التسمم الدموي كما اصبقت الاشارة اني احضرت عليه واحد كزاف ديال الفيديويات وهو فيوني بخافاك فيوني بخافاك وهي واحد اللي يبرع اللي ممكن اننا اذا ما اعطينا هاش الارانيب ديالنا ممكن انهم يموتونا لان هذا التسمم الدموي ضروري كي يجي مرة فالعام الشهور اللي كي يجي فيها كان ثلاثة ستة وتسعود هدو معروفين بالتسمم الدموي اذا ضروري من تحصين ضد التسمم الدموي والتسمم المعوي ممكن انكم ديروا واحد دوار هرخيص كي دير عشرة دموي اسميتو هيبا غينول هبا غينول اذا هذا هو الخطأ الاول وهو عدم التحصين ضروري اننا نحصنه لانانيب ديالنا من الامراض اللي ممكن تجيهم على طول السنة اذا هذه رقم واحد رقم اثنان وهو الفرحة ديال المربي اسمو كدير كتخلي انه يتكلم كتجعلو انه يتكلم على ديك المشروع على ديك النجاح ديال المشروع مع ناس اخرين ممكن يعني الحماسة ديالو انه يجيب انه يجيب شي واحد يعني غريب ويدخلو على الارانيب ديالو ممكن ان الارانيب كي يقولو كيتصابو بالعين ويا ماشي كيتصابو بالعين وانما الارنب راه كيخاف من الغريب كيخاف منهش كيخاف من رائحة ديالو ولو يكون يعني في قلبه الرحمة ولو يكون طيفل الصغير يعني طيفل الصغير انتمو تقولو مرديش يعين ولكن هما الارانيب كيخافو من الغريب اي واحد غريب كيخافو منه اي ان كان كيخافو من المشي ديالو من الرائحة ديالو من الصوت ديالو كيتبدل اليهم الصوت ديال المربي ديالهم صفي كيتلفو كيفدو يموتو يعني واحد الوالاخر اذا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي طريقة التعامل مع الامهات فاذا كان المربي لا يعرف يعني طريقة الجس من الاحسن لا يقوم بهذه العملية ما يخصوش يقوم بها لانه يمكن انه يقتل الاجنة بالضغط عليهم ضغط الخطأ يعني وغدي ما غديش يعرف اللهم زوجوا الارانيب ديالكم وما تقوموش بعملية ديال الجس اذا هذه رقم تلاتة رقم اربعة وهو نقولو كانت واحد الارنب عندنا حاملة واعطاها المربي للذكر وانها تزاوج مرة اخرى يعني اسمه غدي يحدث غدي يحدث وحد الخالل اه في الحساب بحيث انه الارنبه غدي ترمي الاجنة ديالها باش تستاعد الحمل الثاني يعني ايلا المربي بقى كيدير ها تطريقة هادي بزاف المرات ما غديش يفهم هو كي علاش ما كيصدقلوش في التربية وهي خطأ في التدفير يعني يخص المربي يكون فاهم اش كيدير اذا هذه نقطة اخرى وهو في عملية التزاوج يجب على المربي احضار الانثة للذكر وليس العكس لان الذكر كيقوم برش سائل ما نودياله في المكان وكل رائحة قوية اكثر يعني ممكن انها تأثر على الانثة اكثر وتجعلها تطيع وتستجيب لها اذا هذه النقطة نقطة اخرى لا يجب ان يكون ذكرين ذاتا ذكرين بالغان في نفس المكان لاننا سواء في الاقفاص يعني بحال هذا القفاص اللي راني دا يعني عازل انتما ذرا ذكر وحتى هذا ذكر ولكن راني عازل كل واحد بوحده رات كل واحد عنده البيس دياله بوحده سواء في الاقفاص سواء في التربية الارضية هي غير ان يكونوا صغر مشي مشكي حدهم يوصلوا ثلاث شهر ضروري عملية العزل والفصل اذا مشيتوا خليتوا جوج اراني في نفس القاطع كونوا متأكدين ان هذه خطأ كبير كيوقعوا فيه غالبية ديال المربي اذا سابع نقطة وهي الاخيرة ان شاء الله لا يجب مزاوجة الاخوة علاش لانا شحام واحد شلي كومنتين قالوا لي راح ناك نزوج الاخوة وما عندنا لا مشكي لا والو فعلا وادش يلقوتها مشكي ولكن غدي لاحظوا في الخلفات اللي جايين اول حاجة ما كيعطيوش العدد اول حاجة ثاني حاجة هادوك الخلفات ضروري ما كيحدث فيها تشوهات يعني بلا ما نقولوا يعني نوع ديالتشوهات ولكن هادوك تشوهات كيخلي المربي كيولي ما مقادرش يبيع ممكن انه يبيع يديه السوق غدي يديه هو مثلا ناقص عنده ودان ولا ناقص عنده شي حاجة لا يسر مهم احنا ما كان نعيبوش خلقة ديالله ولكن شنو السابب اللي كي ادي لهادك يعني المشكي ديالتشوهات الخلقية وهي مزاوجة الاخوة وكنوا متأكدين ان هاد القضية هذه المزاوجة الاخوة ويعني المشاكل اللي كتبرز عليها من بعد اسموك يوقع انها كتولي ويراتية يعني قاعدك للنسوات لانتو ما شديتوهم وزوجتوهم وكبرتو انتوات خورين ويعطاوكم عوتاني وحدين خورين يعني خلفات خورين كتولي قضية ويراتية يعني هدا خطأ هو شائع بالمربين ولكن انا في الحقيقة خطأ خص المربي يتجاوزوا انها خطأ كبير كيولي عندك واحد القاطع يعني انت هيك تقول مالي علاش انا بالذات اللي عندي تشويس خلق خلقية علاش انا بالذات اللي مكي معنديش يعني الارنبه كتجيب لي مثلا ستاش ولا اربعتاش ولا دي ما كتلقى ثلاثة جوج علاش هدا ناتج على مزاوجة الاخوة حاولوا انكم تداركوا هاد السبع اخطاء كنظرن انا نلخصها في واحد يعني ما بغيش نطول عليكم فيدورها قصير ولكن راهم مهمين ومهمين بزاف حاولوا تداركوهم لان قداش مما كان النجاح ديال المشروع يعني كيفاش كيقول النجاح ديال المشروع كيكون بالذكاء ديال المربي وفيها بس انكم تتفرجوا على الفيديويات سوى عندي سوى عند وحد اخر المهم انكم تفهموا شنه هي تربية الارانب هي تربية الارانب سهلة ولكن يكون عندكم بعض المعلومات يعني كبداية عن المشروع ديالكم كنظرن انني توفقس انني نشرحهم لكم فهدا السبع الاخطاء الناس لماذا شاركوش معنا يشاركو معنا قناة قد يبدع من ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم وكنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم الناس لماذا لماذا شاركوش معنا يشاركو معنا الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا